أنا واحدة متجوزة وجوزي مسافر في الكويت بينزل كل سنة ونص وأنا مش عاوزة أنه سافر بس هو متمسك بالسفر وحتى الثلاث شهور اللي بينزلهم أجازة بيساعد أخوه في شغله ومش بيوعد معانا وبنتخانق كتير ومفيش تفاهم بنا وطول المدة اللي هو فيها في الكويت بيجيلي اكتئاب وحزن وببقى تعبانة هو في إيده صنعه ممكن يشتغل فيها هنا في البلد هو تعليمه دبلوم واناليسونس أعمل إيه لازم نعرف السبب ليه هو مش عايز يرجع لمراته وبيغيب عنها سنة ونص ده ده مدة طويلة أه طبعا وطالما هي رفضة يبقى هو خالف وصية واضحة في كتابه للمقدس ليس للرجل تسلط على جسده بل لمرأة فدي مشكلة كبيرة لازم هو يتفق مع زوجته على المكان اللي هم يعيشوا فيه سواء سواء يخدها مع الكويت أو يرجع يعيش معها في مصر لكن كده وضع غلط مخالفا لآية واضحة في كتابنا المقدس أنه هو ساب البيت بغير رضا زوجته تمام يعني دي نصيحة من يفتك ليها أنه تحاول معاه أنه يرجع طب هو مش راضي مش عايز يرجع مفروض يتعمل ايه؟ تشتكي بقى المجلس الكليكي لازم المجلس يقول له ايه ارجع لأن مراتك عايزاك بتصب اكتئاب أمال فيه الحياة الزوجية فين الراجل اللي هو يحمي مراته ويكون معاه فين وإلا احنا بنقول أن الحاجات دي ممكن تدفع الزوجة الانحراف إنها عايزة حد يحن عليها حد يهتم بيها لكن يظهر أنها زوجة حلوة يعني إنسانة تقية مش عايزة تغلط وعايزة جزها هو اللي يعيش معاه تامي تاي